شكراً لكم ثاني كان يقول لي يا عمي الموسم الأول ما يتابع الأنيمي بكبره يا رجال يسحب عليه بسبب أنه الموسم الأول ما عجبه إنتاجياً ويقولون أنه الإنتاج رديء لدرجة أنه قتل متعة كبيرة من الأنيمي وممكن يخليك تزهق من الأنيمي وتسحب عليه عموماً أخذت هذا الانطباع معايا لقرابة سنة سنة ونص وكل فترة يجي شخص شديد ويقول لي يا وجيه متى التابع كينغدوم وفي نفس الوقت برضو دائماً يجيني شخص ثاني يقول لي يا عمي يسحب على كينغدوم مليان أنيميات ثانية أنيمي معطوب إنتاجياً يا رجل ما تقدر تتابع كله سي جي آي مرة الأيام ومرة السنة وعملنا تصويت ممكن بعضكم يفتكروا وعملنا تصويت للأنيميات اللي مفروض نتابعها مع بعض على قناتنا في تويتش وتفاجأت أنه من بين أربعين أنيمي في القائمة اللي حطيناها في التصويت كينغدوم تربع على المركز الأول وأحقاقاً للحاق يعني برضو اللي خلاني برضو أقحم كينغدوم وأحطه في اللستة هو اجتهاد كثير من المتابعين ولكن بالتحديد أبو قحط أبو قحط يعني إذا في أحد تبعون تشكرونه لأني تابعت أنيمي كينغدوم أشكر أبو قحط أصر يا رجل سنة أشتغلني وسوسة كل فترة يجي وجيه تابع كينغدوم ويغيب ويرجع وجيه تابع كينغدوم ويغيب ويرجع وجيه تابع كينغدوم أتوقع أنه زرع الفكرة في عقلي اللواعي وكان أحد الأسباب اللي خلتني أتابع كينغدوم والحلو في الموضوع يا جماعة أنه جمهور كينغدوم ما هم منكرين أبداً رداءة الانتاج في الموسم الأول ما جلسوا يطبلوا ما كذبوا علي قالوا لي نعم الموسم الأول راح تشوف انتاج يا لطيف الله يعينك بس وفي نفس الوقت قالوا بس صدقني يا وجيه صدقنا يا وجيه الأنيمي يستحق العناء ولازم تعطيه فرصة انت بس تعدى الموسم الأول الكم حلقة من الموسم الأول وبعدين بتشوف حاجة خرافية وبالفعل جاء اليوم اللي بديت أتابع فيها أنيمي كينغدوم تقريباً قبل رمضان بكم يوم وصراحة صراحة أكون صادق معكم الموسم الأول كان عذاب عذاب ومتعب بصرياً ولكن تخيلوا بالرغم من كل العذاب اللي واجهته في متابعة الموسم الأول انتاج يا لطيف تحريك يا لطيف رسم CGI بالرغم من ذلك كله إلا أني لقيت القصة مسكتني من إذني وقاعدة تقول لي كمل أنا ما أدري ليش لابس السماعات نسيتها القصة جذبتني لدرجة تخلتني أتغاضى عن رداءة الانتاج وعلى قد ما كانوا الناس كل ما مشيت في الأنيمي يقولوا لي تراك يا وجيه باقي ما شفت شيء بالفعل كل ما أتقدم في القصة أكتشف أني فعلاً ما شفت شيء القصة واعدة جداً وفيها الكثير من الإثارة غير أن القصة جالسة تتقدم بشكل سريع والاقتباس مرة سليس ومرن وبيني وبينكم يعني وكون صادق معاكم ما توقعت أبداً أني راح أتعلق في القصة وبالشكل داني التصور اللي كان في بالي يعني بيكون أنيمي كويس ممتاز يعني بس تمتع فيه وقفل وزي أنميات ثانية لكن كينغدوم أخ آيا كينغدوم آيا كينغدوم ما أحلى هذا الأنيمي ما أحلى هذا القصة ولكن أن تتخيل يا عزيزي الوجيه الأنيمي عبارة عن قصة توحيد الصين وقبل أكثر من مئتين سنة قبل الميلاد أنا أدري يعني لو أنت ما كاني بتقول يعني ميش المشوق أني أتابع أنيمي عن قصة توحيد الصين كامون أحب أقول لك أني طرحت نفس السؤال هذا وقلت يعني ميش توحيد الصين معارك حروبهم طلصوا طليل إيش فيه ولكن الكاتب قدر أنه يكتب قصة وحبكة خرافية أدخل فيها شوية من خياله وشوية من حقائق تاريخية وطلع لنا بقصة كينغدوم الأسطورية والعجيبة والله العظيم يا جماعة ما أقول الكلام هذا تطبيل ولا كذا بس مجرد مبالغة في كينغدوم تبغى قصة خذ قصة تبغى شخصيات يا عمي شخصيات على قفى من يشيل ومو بس كذا شخصيات زحمة شخصيات لا كل شخصية تقول الزين عندي كل شخصية مكتوبة على قدر عالي من الاتساق تبغى حوارات تبغى حوارات تبغى حوارات إيش يا رجل من أعظم الحوارات اللي شفتها في تاريخ متابعتي لأنيميات ومزلزلات أفلام موجودة في أنيمي كينغدوم تبغى معارك تبغى أكشن تبغى أدرينالين ينضخ في دمك اللي يخليك تعدل جلستك عشرين مرة تفضل كينغدوم وصدقوني يا جماعة ما يحتاج أحلف لكم أكثر أنيمي خلاني أقشعر وأضخ كمية أدرينالين في نفس الوقت كان أنيمي كينغدوم والله العظيم يا جماعة الخير كمية قشعريرة في هذا الأنيمي مش طبيعية أي نوع من القشعريرة تابع عشان تعرف غير كده يا جماعة الخير للأنيمي رح يخليك تخذ تجربة مختلفة لا فعليا تجربة مختلفة يعني تخيل أنك قاعد تتابع أنيمي وفي نفس الوقت قاعد تتعلم عن السياسة السياسة اللي أنا أكرهها صرت ملم بجزء كبير منها إيش يعني خوض غمار الحروب الموضوع مش مجرد يالله سوي جيش كم مئة ألف يالله بسم الله نغزو العالم لا الموضوع أكبر بكثير من كذا أنت عندك مئة ألف في واحد عنده عشرين ألف ممكن هو يهزمك لأنه أذكى منك ولأنه مخطط أفضل منك ومو هبد لا فعلا هذه حاجة عسكرية وخطط عسكرية في أشياء زي كذا تحصل في الواقع التخطيط العسكري شيء مهم جدا الموضوع ما له علاقة في كم عندك جيش في تخطيط في تكتيك في عدد جيوش في جنرالات في طلس وطليس فما راح تشوف معارك خاوية وفاضية كذا يلا مجرد ناس تطاحن لا كل معركة بتشوفها مهمة في هذا الأنمي بتشوفها مبنية على خطط واستراتيجيات وتوزيع موازين القوة كمان في هذه القصة شيء خرافي يخليك فعلا تشعر بالقلق وما يخليك تقول اوه والله احنا قوياء أبطال القصة مع الضلين لا الطرف الآخر فيه ناس مع الضلين الطرف الثاني فيه ناس مع الضلين الطرف الثالث فيه ناس مع الضلين فيه توزيع لموازين القوة بشكل مرة رهيب وتخيل بالرغم من ذا كله احنا نتكلم عن قصة تاريخية حقيقية ولكن الكاتب وضع لمساته أضاف لها الكثير علشان يخليك تستمتع فيها كأنيمي او كمانغا او اي ان كان غير كده يا جماعة وإلى حد ما وصلت ما شفت شخصية في هذا الأنيمي هدفها خايص ممكن شخصية شخصيتين يعني فيه شخصيات صراح هدفها يجيب المرض بس عددهم مرة قليل ولا يصنفون من الأشياء الأساسية للقصة ولكن معظم الشخصيات في هذا الأنيمي هدفها نبيل جدا إما خدمة وطن أو تأسيس مملكة أو الصعود في سلم السلطة والقوة ما فيه مفهوم الفيلن فيه شخص شرير فقط لأجل الشر ما فيه شيء زي كده يمكن كانكي بس المريض ما تعرف كانكي بعدين فبتلاقي نفسك للأمانة تواجه صعوبة في الحكم على أخلاقيات الشخصيات في هذه القصة أوكي حرب أوكي دمار أوكي سفك دماء حاجة ما يتقبلها الإنسان الطبيعي بس الموضوع في هذه القصة مش لأجل الشر إنما لغايات تصب في صالح الممالك السبعة ما أقول لك أنه عالم مثالي ولكنه فيه حروب لا هو مش زي كده ولكن الفكرة أنه مفهوم الفيلن مفهوم الأشرار لأجل الشر ما له موجود كثير في هذه القصة الموضوع موضوع حماية وطن حماية شرف موضوع صعود في سلم القوة وهيمنة واعذروني عن المقدمة الطويلة صراحة ولكن كان لابد أن يوضح بعض الأمور لأنه بعد شوي بنبدأ حرق والناس بتمشي إلى الآن ما بدأنا حرق فصبط لك كوباية شاي وشاي يكلي على زر الاشتراك على طريقك ولو أعجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك مش فقط علشان تدعم الفيديو برضو علشان تدعم أنيمي كينغدوم الأنيمي اللي يستحق شهرة أكثر بكثير من اللي هو حاصل عليها أثر على شعبية الأنيمي فأنا حريص كل الحرص أنه الناس تعطي الأنيمي فرصة وتجرب تتابعه معلش في ناس تتابع صور ثابتة مانغا أوكي ما تقارن برداءة إنتاج الموسم الأول بس جرب تعطي فرصة في أداء صوتي في شوية إنتاج حلو ترى في الموسم الأول أوكي في رداءة بس برضو في جوانب جيدة الكم حلقة الأولى كانت فوضوية بس ترى في بعض الحلقات في الموسم الأول كانت ترى قابلة للمشاهدة أمورها مرة حلوة عموما يلا بينا طيب يا جماعة خلون نبدأ بتلخيص سريع للقصة في حالك ما تابعت الأنيمي ولا تشوف الفيديو معنا بس في مرحلة ما نصحك تطلع يعني بعطيك خبر أنه كامون ما ودي حرق عليك وأنا بحاول قدر الإمكان أن يبعد عن الحرق أصلا بشكل عام القصة يا جماعة تتكلم عن تاريخ توحيد الصين ولكن بإضافة ولمسات من الكاتب يعني أنت ما رح تشوف قصة أوريجينال 100% في إضافات في لمسات في أشياء كده دحشها الكاتب من عنده علشان يطلع بقصة متماسكة وجميلة وقابلة للقراءة أو المتابعة لأنه حلو نتكلم عن حاجة حصلت قبل 2000 سنة يا جماعة فكان لابد أنه الكاتب يحاول يخليك تنشد للقصة بطريقة أنه يضيف لمساته وحبكاته بطريقته الخاصة والمبتكرة الصين في مرحلة ما يا جماعة كانت مقسمة إلى عدة ممالك وكان بينهم حروب حامية الوطيس زمن ما تتمنى أنك تكون عايش فيه أبدا طوال السنة إلى أن جاء أحد الملوك وقال كلمته الشهيرة سوف أوحد الصين تحت راية واحدة وما قال بالنص بس فيما معنى وبدل ما تكون الصين مجموعة ممالك نخليها مملكة واحدة وخلاص والهدف مش هياط ولا فرد عضلات لا والله الهدف نبيل جدا الهدف من توحيد الصين أنه يوقف الحروب ويوحد جميع قادة وفطاحلة الصين تحت راية واحدة هذه القصة ببساطة ممالك متوزعة حروب مستمرة إذا وحدتهم بتنتهي الحروب ببساطة ما راح تنتهي للأبد ولكن راح تقل بنسبة كبيرة طيب لو سألتني يا وجيه ليش لازم أتابع أنيمي كينغدوم أول حاجة بقولها لك لو طرحت علي هذا السؤال بتكون إجابة بسيطة وإن شاء الله أنها تكون إجابة بسيطة بالفعل الهدف الهدف يا جماعة الخير في أنيمي كينغدوم كبير وعظيم الحلم يا جماعة الخير في هذا الأنيمي كبير الهدف في هذا الأنيمي هو توحيد الصين يمكن لما أقولها لك تقول توحيد الصين بس فكر فيها ترى الموضوع عميق وكبير جدا الصين تصير الصين وحدة ما حمستكه تابع تابع لأني ملال الطمك ومش في أي زمن توحد الصين في زمن روغان وسلام زمن كله طاحن ومطاحن الحرب عندهم زي الفعاليات عندنا في الويكند وين راحين راحين ضاربة حرب مئة ألف جندي ضد مئة ألف جندي عادي أوكي يالله لتس جو فكيف راح تتوحد الصين وكيف راح يتنازل كل ملك عن ملكه كيف راح تسقط جنرالات الحرب واحدا تلو الآخر وهنا تيجي شطارة الكاتب إذا أنا ما قنعتك بملخص الستوري لين تبع القصة تيجي هنا شطارة الكاتب وإبداعه في كتابة السيناريوهات وصدقني صدقني صدقني ثلاثة صدقني الأنيمي غالبا وبإذن الله راح يمسكك من إذنك ويخليك تتابعه إلى آخره إذا ما تحمست أكثر ودخلت مانغا بتقول لي يا وجي طيب والإنتاج الخايس والموسم الأول خلاص يا رحم أمك عارفين أنه الموسم الأول إنتاج وخايس يا أخي تابع جرب يعطيه فرصة تابعت عشرين ألف أنيمي ووقفت على كينجوم وأوعدك بإذن الله إذا شدتك القصة والله راح تتغاضى عن كل شيء سيء في الإنتاج وهو ترى موسم واحد باقي المواسم يا زينة زينة بالذات الثالث والرابع يا لطيف وإذا أنت مرة متكاسل ودخل على قناتي في التليجرام إذا أنت متكاسل تتابع لحالك يعني ودخل على قناتي في التليجرام راح تلاقي ردود أفعالي لكل الحلقات إلى ما وصلنا إليه في الموسم الرابع إلى نهاية الموسم الرابع عفوا لما تكون لحالة غير لما تتابع مع شخص قاعد يتابع فهمت؟ وأتوقع عليني هنا المفروض أنك تيمشي أنا بنبدأ حرقيني طيب يا جماعة خلونا نتكلم عن شن أو بطل القصة شن واللي جالس يصعد السلم حبة حبة حرفيا وأكثر شي صراحة خلاني أحترم الكاتب هو أنه كاتب شخصية شن أو شين ما هم دلعه أبدا ما هم دلعه قاعد يعطيه على إذن وإلين يدوخ وأغلب كتاب القصص يعني مش كلهم أغلبهم دائما كده تلاقيهم يدلعون البطل يحطوه في ظروف مستحيل يخرج منها ويخرجوه وأهم الكريدت في القصة دائما يخلوه هو اللي يأخذها ولكن في أنيمي كينجدوم شن اللي هو بطل القصة أقسم بالله العظيم في مرحلة ما أني قاعد أقول يا بوي هذا مش البطل مش البطل مليان أبطال في القصة دي من كثر ما الكاتب جالس يوزع الأدوار البطولية على كثير من الشخصيات الملك إيسي وكيف جالس يستعيد حكمه ويحاول يوحد الصين كاريوتين وكيف انتشلها الكاتب من وسط قرية مجرمين وخلها فجأة تصير مخططة مش فجأة برضو عندها سلب كيوكاي اللي كان عندها هدف وفجأة صار عندها هدف آخر وكيف أنه عطشها تجاه الانتقام اختلف مع الوقت وتغيرت شخصيتها وصارت تطمح لشيء أكبر الجنرال أوكي ومحاولة البحث عن ملك جدير بالثقة قادر على توحيد الصين أقسم بالله العظيم لو قعد أسوليكم عن الشخصيات يشغل الفيديو غير يوصل عشر ساعات والله بس خلاصة الكلام الكاتب قاعد يوزع الأدوار في القصة هذه لدرجة تخليك تشك أنه شين هو بطل القصة وغير كده يا جماعة الحلو في شخصية شين أنه مش مرة ذكي ولا مرة غبي ولكنه قادر على فهم صورة الحرب وعنده الطموح الكافي اللي يخليه فعلا جدير بأنه يكون بطل القصة حتى تبرير قوة شين مقارنة بصغر سنه كانت مبررة إلى حد مرضي جدا طفل يتيم من يتام الحرب وجد شغفه في القتالات وأرض المعركة ومن يوم هو طفل وهو يتدرب على القتال مع أخوه هيو ماذا كان يحتاج بطل القصة؟ كان يحتاج هدف بس يعطيه هدف ويعطيه شخص يرشده ويساعده ويدربه طفل القصة جدا خرافي وهذا الشي صار وبالفعل شين حبا حبا بدأ يصعد السلم من كتيبة مجموعة خمسة أشخاص إلى مئة شخص إلى ألف إلى خمسة ألاف ومنها إلى جنرال ومش أي جنرال بإذن الله أني أشوف شين جنرال عظيم موش جنرال عظيم أعظم جنرال في الصين لأنه هذا اللي أبغال شين لأنه التجربة اللي عشتها مع شين ما أبغى أشوف إلا في أفضل مكان لأنه يستحق مش لأني قاعد طبل مره قوي ويناطح الكبير والصغير ولا هو اللي خلاه ملطم يتلطم رايح جاي وبعدين فجي يصير قوي قاعد يخلي يصعد السلم حبا حبا فيله سقطات فيله وقفات أموره طيبة شين قاعد يكتب على نار هاديه جدا ومره رايقة وفي النهاية هو بطع القصة يعني لازم يكتب بشكل ممتاز بعد كده يا جماعة عندنا شخصية الملك الرائع العظيم أيسي ما أدري كيف ممكن أكون منصف لهذه الشخصية العظيمة شخصية أيسي في البداية تقول ايه أوكي شخصية ملك ما تقدر تستوعبها في البداية بس مع تقدمك في القصة تعرف أنك أمام ملك أمام شخصية بتكون من أروع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك شخصية تحمل على أكتافها عبء توحيد الصين عبء كبير مو سهل أبدا مش أي شخص بيقول أنا قد هذا الحلم ممكن نتوحد مملكتين بالكثير وتطفش الموضوع صعب ولكن أيسي عنده طموح عالي جدا وأنا أعتقد يا جماعة مش قابلتها في الواقع مش لأنه ملك ولا لأنه حلم وتوحيد الصين بس بل لأنه هذه الشخصية فوق أنه ملك وعنده حلم كبير كمان عنده إرث نضالي عجيب أتعب وأقول عجيب لما تجي تقول شخصية ملك فأنت تعرف أنه صار ملك لأنه أبو ملك أو لأنه ورث الحكم بسبب أنه من عائلة نبيلة أو عائلة ملكية وهالشي أخذنا إلى أنه الملك ولد وفي فم ملعقة ذهب تتعلم أحسن تعليم وأكل أحلى أكل وتربى أحلى تربية ولكن هذا الشيء للأسف ما صار أبداً مع الملك أيسي أي نعم أبوه ملك ولكن أبداً ما كان عايش حياة رفاهية وثراء أبداً من يوم كان طفل صغير عاش في أكثر الظروف تعاسه وشهد على بشاعة الحرب وقذارة البشر وانحطاطهم تشرد في الشوارع انضرب عذب أكل على راسه إلين داخل حرفياً أيسي عنده كل المقومات وأكثر شخصية عندها المقومات اللي تخليك تقول عنها ملك وقادر على توحيد الصين أيسي يعرف إيش يعني حرب وإيش يعني فقر يعرف إيش يعني سلام وإيش يعني ثراء عاش في كل الجانبين شاف الصورة من كل المنظورين شافها من جهة الأثرياء وشافها من جهة الفقراء شافها بوجه المحارب وشافها بوجه الملك فلما تجي وتحط شخصية مثل شخصية أيسي كملك وتعطيه حلم كبير وطموح كبير مثل توحيد الصين أنت كذا حرفياً اخترت أفضل شخصية وأفضل شخص ممكن يقدم هذا الدور وأيسي ما اختار توحيد الصين بس لأنه أنا قادر أنا أشتقي عندي الذي أنه ما يعلمون اختار توحيد الصين لأنه شهد على بشاعة الحرب شاف أنه تقسيم الممالك هذا مو مسوي خير في البشر كم طفل أصبح يتيم كم زوجة أصبحت أرملة كم روح زهقت بدون سبب كم روح سجنت وعذبت بدون سبب إيسي لما قرر يوحد الصين هو مدرك فاهم إيش يعني توحيد الصين عارف أنه توحيد الصين راح يدفن كل الأحقاد ويخلي المملكة فعلاً تزدهر والأهم من هذا كله إيسي فاهم جداً كل التضحيات اللي بيسويها يعني مو قاعد يمشي على عماها هو عارف إيش قاعد يسويه وعارف أي شي بيسويه إيش راح يترتب عليه وفاهم كمان كل القسوة اللي راح يمارسها علشان يحقق هذا الحلم ومثل ما قلنا زمان يا جماعة وراح نقول دائماً علشان تصنع السلام لابد إنك تسفك الكثير من الدماء للأسف فلسفة سياسية تقهر وتوجع القلب وما ودك إنها تصير بس هذا الواقع الناس ما راح تتوحد بحبة الخشوم السلام ما راح يصير وإنت قاعد توزي عرود في العالم إيسي بالرغم من صغر سنه إلا إنه مدرك لكل الأمور هذه علشان كذا هو أكثر ملك جدير بهذا الحلم وهذا الطموح ألا وهو توحيد الصين فلاشباك إيسي يا جماعة أنا أشوفه واحد من أروح وأجمل الفلاشباكات اللي شفتها بحياتي في كثير ممكن يختلفوا معي في ناس كثير ممكن تتفق معي ولكن للأمانة فلاشباك إيسي رائع 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 جداً وبرر لنا كل شي قاعدين نشوفه من إيسي الآن إنت علشان تصنع شخصية وتبنيها بشكل كويس وتخلي الناس تحترمها لازم تعطيها عمق لازم تعطيها أبعاد درامية قد ما تقدر وتعطيها مبررات كافية لتصرفاتها عشان كذا الشخصية اللي ما نعرف في شي عنها وما لها فلاشباك نقول عنها شخصية غير عميقة نبغى نعرف هو ليش قاعد يتصرف زي كذا إيسي قاعدين نعرف ليش هو قاعد يتصرف زي كذا ليش يبغي واحد الصين والأحلى من هذا كله غير إيسي وعظمة شخصية إيسي وحواراتها الأداء الصوتي الأداء مؤدي الصوت لشخصية إيسي والله بطل والله بطل والله بطل يا إنه خلاني أقشعر في مواضع كثيرة مستحيل أنساله أول حوار له لما قال حلمي هو توحيد الصين يا لطيف القشريرة يا لطيف الأداء الصوتي ولا يوم راح بنفسه وقت الاعتلاف إلى قلعة ساي أو منطقة ساي وشاء للمعركة على كتافه لو أنه ولده فمه ملعقة ذهب والله ما يتحرك من عرشه والله لكن إيسي لا شاف المر والعلقم في الفلاشباك تبعه علشان كذا قدر أنه يقوم من كرسيه ويروح يشارك بمعركة بنفسه خلاص تركامنا والله حسني طولت عليكم في شخصية إيسي بس والله شخصية عظيمة يا جماعة ما في قلبه ذرة تكبر لأنه يعرف وش يعني شعب يعرف وش يعني أنك تولد في ظروف مختلفة ما في قلبه ذرة حقد لأنه يعرف أنه الانتقام ما من أمه فائدة وأثره على النفس سيء جدا عاش فقير وعاش ثري لذلك إيسي هو ملك عظيم طيب يا جماعة خلونا نتكلم عن الجنرالات بشكل عام لأنه شوفوا صراحة لو بنتكلم عن كل جنرال على حدة والله ما بنخلص يقلع يا ولد الجنرالات كثيرين في هذه القصة ورهيبين وودك تتكلم عن كل واحد والكاتب صراحة سلطن سلطن هو يكتب الجنرالات وأصلا ضروري أنه الكاتب يتسلطن في كتابة الجنرالات لأنهم يعدوا من أقوى القوى في القصة لأنك لما تقول جنرال فأنت تتكلم عن أقوى منصب في أي دولة مش من ناحية سياسية فقط وإنما كمان من ناحية عسكرية ولكن خلونا نتكلم عن الجنرالات كمفهم وكدور في القصة وعن أهم الجنرالات يعني ما بنتكلم عن العنوكي ترى بس بنلقط كده أشياء على طريقنا في بداية القصة ما كنت أفهم وش يعني جنرالات حرب أوكي فاهم بس مش فاهم المعنى بشكل مرة عميق كنت أطرح سؤالي يعني في البداية وش التحدي اللي بيكون قدام أي سي في كل الدولة الثانية وأثناء تقدمي في القصة اكتشفت أنه أكبر تحدي بعد تحدي توحيد الصين هو كيف تسقط كل جنرالات الدول العظيمة هذولي لما تقول جنرال فأنت تتكلم عن شخص مرة قوي عن شخص ما صار جنرال إلا بعد ما تدق دق إلين قال آمين مش ناس تقتلهم بالغدر مش ناس تقتلهم بالزحمة ناس ما تسقطهم إلا بعد طلوع الروح وكل دولة عندها ما يكفيها من الجنرالات اللي تخلي الناس تحترمها وتخاف منها وصراحة يعني وبكل أمانة كل الجنرالات الكاتب كتبهم بطريقة رهيبة وملحمية جدا تخليك فعلا تخاف منهم يخليك فعلا تقول والله إيسي قدام وتحدي ابن كلب علشان يوحد الصين الجنرالات يقل عم الرعب صرت لما تقول لي جنرال أقعد أقول يا الله وش من دقاء يا منتظرتنا في ذا المملكة أوكي أوخ أوكي شخصية المفضلة في هذا الأنيمي أحد أعظم الجنرالات وأعظم الشخصيات في قصة كينجدوم بالرغم من قصر دوره في القصة إلا أنه قدم دور مهم جدا تجاه المملكة وتجاه إيسي وتجاه بطل القصة شيء وصراحة فكرة موتو كانت مرضية بقدر ما كانت مؤلمة بالنسبة لي لأنه الكاتب كان حريص أنه يترك مساحة لصعود السلم للجيل الجديد لو كل الجنرالات المعضلين ظلوا باقين إيش بيسووا الصغار متى يصعدوا السلم إن شاء الله فكان لابد أنه يشيل واحد من هنا يشيل واحد من هنا ينتف واحد من هنا ولكن مع إعطاءهم حقهم في التاريخ أوكي لما مات مات أي نعم مات مغدور مات في معركة أي أن كان الكلام اللي بنوصل له والجدال اللي بنوصل له ولكن ترى أوكي عاش مع الملك شو طحن وطحين الملك شو قال اعطيني 20 سنة بس 20 سنة وحد الصين بالرجال اللي معايا وحد الرجال اللي كان معاهم مين أوكي فغير أنه أوكي سلطن وبدع في معارك سابقة في تاريخ الصين قبل نبدأ قصة الأنيمي إلا أنه لما مات مات بس ما مات لأنه مرر إرادة الشخصين الشخصين ذولي كل ما تشوفهم أنت تشوف أوكي قدام عينك بشكل غير مباشر اللي هما تو نائبه وكمان بطل القصة شين فكل مرة تشوف تو وتشوف شين ترى أنت قاعد تشوف امتداد لشخصية أوكي فأوكي نعم مات في أرض المعركة ويا لها من موت عظيمة وخطاب عظيم في روح شين وفي روحته طبعا لسه ما تكلمنا عن ريمبا يا لطيب يا لطيب يا لطيب يا لطيب يا لطيب تخيل أنه عدونا عدو أبطال قصتنا ومع ذلك تحترمه يش أقول عن ريبوك والمخطط اللئيم الخطي الخبت الخبت يش أقول عن هوكي القاتل اللي ما أدري وش يبغى مرعب مرعب يا لعب ليس الكاتب الرسمه بشكل وأعطاه هيبة فعلا مرعبة يسمي نفسه آلهة الحرب محشي مهبول هو عنده بصام شخصية ما دريش وضعه بس يخوف إيش أقول عن كانكي ما دري كانكي نقول عنه شي أصلا كانكي مريض مو طبيعي بس للأمانة شوف أنا ما حب كانكي ويقهرني خبيث سادي ما هو عاقل بس والله في حرب الاعتلاف والله قنعني والله قنعني إيش أقول عن أوسن إيش أقول عن يا ولد مليان اسماء موبو يا موبو والله شخصيات كثيرة يا جماعة ودي إن شاء الله هذا هذا الكلام يعني بيكون فيديو مخصص له طويل جدا مع أحد عمالقة أنيمي كينغدوم سواء شعيب ماجد العامر أو أين كانت الأسماء اللي ما تحضرني الآن نتكلم كده على رواقه ونسولف براحتنا ولكن أنا حريص في هذا الفيديو أني أشارك معاكم تجربتي بشكل موجز كده علشان برضو ما يصير الفيديو ممل وطويل بعد كده يا جماعة ولئيم المتكبر المتخلف سيكيو هذا قادر في مرحلة ما إنه يخليك تحترمه وتقدر وتشوفه قاعد يصير شخص أفضل ويخليك تتعاطف معاه وتحترمه وتنسى كل ماضيه في مثل يقول ما يغير الرجال اللي حاجتين الحب والمعاناة وسيكيو مر بالتجربتين هذي كلها تقريبا علشان يتغير علشان نشوفه بذا الشكل الرهيب إلا نقدرنا نوصل مرحلة وندقله تحية ونبكي عليه هو ولد وفمه ملعقة ذهب وكان متكبر وشايف نفسه ويخلي الناس تمشيله كسجادة إلا إنه وبهد استعادة الحكم منه بواسطة إيسي لعله كذا جلس في السجن مع نفسه وبدأ يعيد ترتيب أفكاره وبدأ ينضج نضج شخصية سيكيو أشوفه من أروع الأشياء المكتوبة في قصة كينجدوم بدأ يستوعب من خلال أخوه إيسي ليش يعني أن تكون إنسان قبل ما تكون ملك سيكيو جاتوا لحظة إدراك وقت سقوطه لما شاف كل اللي حولينه تخلوا عنه أفتح الباب أفكار وولد سحبوا عليه كانوا مستخدمين مجرد أداة سياسية كان مجرد دمية في آياد المستشارين جاتوا لحظة إدراك لما شاف إن كل اللي حولينه قاعدين يخدمون لأجل مصلحتهم مش لأجل مصلحته هو حبا وولاءا له وفي نفس الوقت في نفس الوقت اللي شاف الحوصة دي كلها شاف أخوه إيسي العكس تماما كل اللي حولين إيسي يحبوه ويقدروه ويحترموه ويخدمونه بكل ولا لأنه بطران لأنه معاه فلوس لا لأنه ملك عظيم وعنده هدف عظيم ويعرف إيش يعني إنسانية يعرف إيش يعني كسب حب الناس قبل إخافتهم شي مهم يعرف إنه احترام الناس ما يجي بس بالسيف برضو يجي بالحب ومعاه سيف أكيد ولازم يخوفهم وعنده نظرات يواد لو أعطاك إياها يخليك تعملها على نفسك ففكرة إنك يا سيكيو تخلي الناس تتبعك بقوة السيف ما تكفي ترى مرة ما تكفي أي لحظة يسحبون عليك زي اللي حصل لك في لحظة الانقلاب فالسيكيو يا جماعة فجأة صار شخصية ثانية وأجبرني على احترام وتقديره لحظات إدراكه وخلاني أفهمها سواء بهذه السرعة أو بهذا البطء بكيفك صح إنه كان أهبل وعبيط بس لما جاته فرصة التغيير رحب فيها لأنه كان عنده الحاجة هو يقول أنا أبغى تغير وما قالها بس لحظة الانقلاب اللي صارت عليه عرف إنه لا في شي غلط فيني أيسي أخويا قدري يستعيد الحكم والناس من حوالينه تحبوا وتحترموا وتقدروا إيش الغلط اللي أنا سويت فقدري يتغير سيكيو من خلال أخوه أيسي وصار بالفعل رجل بمعنى الكلمة سيكيو القديم يا جماعة مستحيل يضحي بنفسه علشان زوجته بيقول شي لأم رأسها وجبولي زوجة غيرها سيكيو القديم مستحيل يضحي بنفسه علشان أخوه مستحيل ولكن التغيير والظروف اللي مر فيها خلته شخص آخر قادر إنه يضحي وقادر إنه يقاتل لأجل هدف نبيل ولا أخفيكم يا جماعة لما مات سيكيو والله يا كانت لحظة صعبة ماك كيف كيف يخرب بيت بليسك الكاتب كيف غير كذا أصلا يعني علاقات الأخ بأخوه دائما في أي قصة دائما تلامسني وتأثر فيني صراحة وسيكيو وتضحيته لأجل أخوه وزوجته رخ رخ رائع رائع وقابل أقول لكم إنه سيكيو من شخصيات المفضلة في قصة كينجدوم لازم أشكر الكاتب اللي قدر يقلب مشاعري تجاه الشخصية هذه من كرة إلى حب واحترام وتقدير وتضحية سيكيو يا جماعة من أعظم وأعظم التضحيات اللي صارت في قصة كينجدوم قبل أي معارك يا جماعة وقبل كل المعارك قبل الائتلاف وقبل ساي وقبل كل شيء أول معركة في الأنمي من رغم من رداءة الإنتاج إلا إنه كان في سياق القصة وفي الكتابة حاجة خرافية والله حاجة عظيمة وهذا أحد الأسباب اللي خلتني أتحمل رداءة الإنتاج بداية الأنمي القصة قاعدة تنبني بشكل رهيب لما إيسي هرب من القصر ولما هي وضح بنفسه ولما شين شاف هي وطايح قدامه وقال له روح لذيك القرية وقابل إيسي هناك ومنها الكاريوتين وبعدها راحوا للمكان ذاك اللي في وسط الغابة الرهيب وبعدها راحوا لشعب الجبال يقلع عم القصة الرهيبة يا ولد البداية رائعة ظلمها بس الانتاج ظلمها الانتاج ظلمها وهذا الشيء اللي مزعلني والله أهم شيء في أي قصة لما تبغى تبدأها تقدمها بانتاج كويس عشان الناس تتعلق فيها أنمي كينغدوم ما كان عنده انتاج كويس عشان كده في كثير من الناس سوا دروب للأنمي تخيل إنه انتاج الأنمي كان ممتاز ما بقول لك رائع عظيم جيد مش سجي آي وفوضى أقسم بالله لكانت شعبية كينغدوم هي الشيخ اكس عشرة والله اكس عشرة ما حطيت الأنمي ثاني أفضل الأنمي عندي عبثة يا جماعة أنمي عظيم قصة رائعة أرجع وعيدها عشرين ألف مرة من قوة القصة ومن جمالها تغاضيت تماما عن رداءة الانتاج ما تحصل هذه في أنميات كثيرة ما تحصل في قصص كثيرة هذا هو كينغدوم تتغاضى عن أي شيء رديء علشان القصة الرائعة والرهيبة طبعا كله كوم والأدرينالين في هذا الأنمي كوم ثاني أول حاجة يا جماعة جودة الاقتباس جودة الاقتباس يثن عليها أنا ما أتكلم عن جودة الاقتباس إنه ما في تحريف سمعت إنه في تحريف ولكن جودة الاقتباس من ناحية سرعة وتيرة الأحداث الأحداث كذا 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 في القصة ما في مطمطة سنة تمر سنتين ثلاث سنوات أعرف لكم واحد له قصة ما تعدت سنة باقي من ثلاثين سنة فجودة الاقتباس من ناحية سرعة تسلسل الأحداث ما أعطت فرصة للمتابع أنه يحس بالملأ حروب، معارك، اشتراتيجيات، طحن وطحين وانخرجت من هذول الاثنين الحروب والمعارك والتخطيط راح تلقى نفسك أمام حوارات وسواليف من أروع ما يكون يا جماعة الخير أنا ما أبغى أدخل في دائرة التطبيل أريدي دخلتها صح؟ ما أبغى أدخل أكثر إلى دائرة التطبيل بس الحوارات في هذا الأنمي عظيمة ملحمية حاجة تخليك تقشعر والله تقشعر الفضل بعد الله أكيد ترجع للستيديو والموسيقى التصوير الموسيقى الموسيقى لو بتكلم فيه خلاص وضح انطباعنا الموسيقى الكاتب بدع والستيديو في الاقتباس وسرعة وتيرة الأحداث إلا ما نبدع وفي حال أنك ما تابعت معنا الأنمي يعني كرياكشن ما شفت رياكشن عليه أحب أقولك ترى أهم الفريمات من المانغا شفتها وشفت قديش الكاتب دموي وشيطان ويقطع رؤوس ويقطع جسام بكل جرأة يخرب بيت بليس واقعي واقعي جدا الكاتب ما هو قاعد يسلك تقطيع تقطيع بس الاستيديو مقادر يقتبس على الأشياء والتفاصيل هذه لأن اليابانين يقولك واو احنا عادي نشوف ناس عري وقلة أدب وخشلعة بس ما نشوف دماء ور وسط طاير يرحموني خلاصة الكلام أدرينالين قشعريرة حماس أكشن كل المشاعر اللي تحتاجها علشان تستمتع بالأنيمي موجودة في كينغدوم انتهى الكلام طيب يا جماعة الناس تقولوا أنه حرب الاتلاف واحدة من أعظم الحروب في قصص الأنيمي بل أنه في ناس أنا ما أعرف كيف الناس قاعدين يقارنوها بالمارينفورد مات المقارنة دي مقارنة المارينفورد بحرب الاتلاف أنا بالنسبة لي كوجيه المعلومة دي مخي مقادر يعالجها لأنه القصتين مختلفة عالمين مختلفة عالم كينغدوم أقرب إلى الواقع بنسبة 90% مع شوية خيال المارينفورد يا جماعة كله خيال أنا ماني قاعد أغلط المارينفورد من أعظم الأركات بس اتكلم عنه كيف الناس يقارنوهم بعض وكي كلهم معارك بس صعب صعب المقارنة بالنسبة لي مخي مقادر يعالجها ويطلع بنتيجة ما تيجي ما تيجي بس صراحة ما أقدر ألوم الناس اللي يقولوني أنه حرب الاتلاف من أعظم الحروب أنه اللي شفته في الاتلاف يا جماعة والله ماهو شي تشوفه دايما أبدا أتحداك معارك والتراتيجيات الناس تدس السم في اللبن وناس تغدر وناس تهجم وناس تخطط جنرالات كل واحد يخليك تشوفه من بعيد تقول الله خارجنا منك ويكفينا شرك حرب الاتلاف الكاتب كب فيها كمية شخصيات وجنرالات وقادة يخليك تقول الله خارجنا كب تنتهي ذي الحرب والأحلى من هذا كله الكاتب غير أنه خلاني أطلع على أمور سياسية وكيف الناس تمشي في السياسة وكيف الملوك يفكروا وكيف إقامة الدولة تم أنا ما كنت مدرك لقيمة التخطيط أوكي أنا مدرك التخطيط شي مهم في حياة الإنسان مش بس في الحروب بس ما أدركت قيمة التخطيط وقد إيش هو مفيد جدا إلا في أنيمي كينجدوم حرفيا بدون تخطيط ما في شي رح يمشي التخطيط ومفهوم التخطيط في هذا الأنيمي خلاني أستوعب إيش يعني جيش من خمسة ألاف قادر أنه يسقط بجيش عدد وثلاثين ألف إذا ما عندك خطة صاحية ما عندك استراتيجيات واضحة لو تنزل الميدان بخمسمائة ألف جندي واللي ضدك عشر ألاف بس عندهم تخطيط صاحي يمزحوك مسح من الخريطة حقيقي وهذه القصة مش بس في كينجدوم ترى هذه تاريخيا موجود التخطيط العسكري مرة مفيد حتى في تاريخنا الإسلامي التخطيط العسكري مفيد جدا ويقلب المعارك رأسا على عقب وحرب الائتلاف كانت أكبر دليل خمسة دول خمسة دول تجمع وجابوا أقوى قوى عندهم وجمعوها أمام مملكة شين جيوش مجيشة وجنرالات ومخططين ولا قدروا يسقطوا إيش مملكة شين ليش التخطيط التخطيط يا حبيبي له دور مهم وكبير جدا والجنرالات والقادة هذه ما فيها كلام ولكن التخطيط عنصر أساسي وشفنا توضيح برضو غير مباشر لا وراء أنه كان مباشر لما شين في مرحلة ما لما راحت من عنده كايوكاي أتورط كل شوي هو خسران طب أنا قوي جيشي قوي كل شوي هو خسران ليش؟ بس لأنه ما عنده أحد يخطط له ويسويه الاستراتيجيات وبمجرد ما وصلت كاريوتين رجعه داعس وشال اللي ما ينشال وبما أننا تكلمنا في بداية الفيديو يا جماعة عن الأهداف النبيلة في هذا العالم أو في عالم كينغدوم وأنه معظم الشخصيات في هذا الأنيمي لها هدف مش بالضرورة يعرفهم كأشرار أعتقد والله أعلم أنه ضروري نتكلم شوي عن شخصية ريوفوي الله أكبر عليه التاجر اللئيم اللي عنده حلم مختلف تماما عن حلم إيسي واللي يرى أنه توحيد الصين أو إنهاء الحروب مش بالضرورة يتم بش سيف والقوة وسفك الدماء إنما برضو ممكن يتم بإشباع رغبات الناس وتوفير حياة كريمة لهم وصراحة يعني بعيدا عن أنا الشخصنا أنا أكره أم ريوفي ولكن بعيدا عن الشخصنا هدف ريوفي هدف يحترم هدفه زي أي شخصية ثانية تبغى توحد الصين أو تبغى تنهي الحرب هو ما يبغي وحد الصين بس في نفس الوقت يبغى يوقف الحروب الحروب مزعجته وعنده طريقة مالية يفكر تفكير تاجر في إنهاء هذه الحروب هدفه يمشي ما يمشي ينبلع ما ينبلع اسم إنه هدف نبيل يبغى ينهي الحروب بس إنه كان عنده شطعات وعنده حركات وصخة صراحة تخليك ما تحترمه أبدا أصلا لو ما إنه كان وصخ ما كان نقلب عليها إيسي ولا كان نطلس ما كان صارت القلسة الحالي اللي يخليك كمان تحترم شخصية ريوفوي على الأقل شوية إنه ترى مثل ما إيسي عنده هدف وهدف إيسي علشان تحققه لازم تسفك دماء ترى هدف إيسي كمان فيه تضحيات يعني هدف ريوفي كمان نبيل يبغى ينهي الحرب بأقل سفك دماء كمون يا حيال والله الكاتب يخليك تحترم مع شخصية ريوفوي يعني عيبه الوحيد إنه حيوان وقليل أدب وغدار ولئيم وصخ عكس إيسي اللي قاعد يحاول قد ما يقدر إنه ما يستخدم أخلاقيات قذرة أثناء توحيد الصين أو أثناء تحقيق حلم لتوحيد الصين عموما أنا قلت لكم الكلام هذا يا جماعة علشان أوضح لكم قديش الشخصيات في هذا الأنيمي أهدافها مشريرة بالضرورة وصعب جدا إنك تحكم عليها أخلاقيا عالم قاسي عالم مليان حروب عالم قلت لكم المعارك عندهم زي فعاليات الويكند بالنسبة لنا ريو فوي وأوسين وكانكي وغيرهم من الأسماء في القصة كل واحد عنده هدف بس كل واحد قاعد ينفذ بطريقة ما في شخصية شريرة فقط لأجل الشر إلا كانكي مريض والله مأفكونا من كانكي الله يخليكم خلاصة الكلام يا جماعة اللي يميز إي سي هو إنه جالس يحاول يحقق هدفه بأقل قدر من الأضرار وشفنا إي سي لما يحتل مكان أو يسيطر على مكان ما يغتصب نساءهم ولا يشرد أطفالهم والكلام ذا حتى عند قادة إي سي شين بغى يقلب أم الدنيا بس علشان شاف ناس من أتباعهم قاعدين يقتلون الناس وقاعدين يشردوا الأطفال وقاعدين يعذبوهم قلب أم الدنيا فوق تحت شوف يا جماعة والله ما أدري كم مدة الفيديو بعد المنتاج بس أحس أني مرة طولت بس في نفس الوقت أحس أني ما باقي فيه كلام خاطري ودي أقوله ما أدري عن أم الورطة كيف تنصف كينجدوم في فيديو مدة نص ساعة مستحيل كيف تنصف كينجدوم في فيديو مدة ساعة مستحيل أيبالو بودكاست سواليف ما توقف عالم كبير عالم معقد عالم جميل عالم فيه الكثير من الطموح شخصيات كثيرة وأسماء كبيرة مليانة في طيات هذه القصة ولكن أنا حبيت أشارك معكم تجربتي ولعلي بإذن الله أرضيت نفسي ولو شوية في إنصاف هذا الأنمي أنمي كينجدوم من أفضل وأجمل الأنميات اللي تابعتها في حياتي قصة مميزة جميلة رائعة عظيمة ملهمة وأنا شخصيا وضعته في التوب إثنين في أفضل الأنميات اللي تابعتها إلى الآن عشرة من عشرة هذه ما فيها كلام ولا جدال أبدا ودي أتكلم عن سلبيات الأنمي وسلبيات القصة كون واقعي أكثر من خيالي ولكن الكاتب أقحم الخيال في بعض الأحيان وحط خرشات كذا غريبة بس ما عليش يا جماعة والله ما هي سلبيات أنت قاعد تابع أنمي لازم فيه شوية خرشات لازم فيه شوية خيال كذب إذا تابع شيء واقعي 100% عالم الأنمي لا يصلح لك رح تابع أو يقرأ قصة تأسيس الصين ما أدري عاد تجي في ألف صفحة ولا في سطرين ولا في مئة سطر ما أدري بس إذا أنت بتتابع أنمي أنت عارف أنك بتشوف شوية شطحات بتشوف شوية خيال بتشوف شوية كذب وهذا اللي محلل الأنميات أصلا إنها تخرج عن الواقع تعطيك شوية شطحات شوية خيال ومع ذلك أنمي كينجدوم 90% تقريبا ما في خيال إلا أنه ممتع أيضا بالخيال والكذب القليل اللي موجود فيه فطبيعي جدا إنك تشوف في كينجدوم واحد كبر العمارة قاعد مو كبر العمارة يعني واحد مرة جحش يتضرب مع واحد زي عقلة الوصباح وينتصر عليها الصغيرة ذاك عادي تشوف واحد من أعظم الجنرالات اسمه ريمبا تطيح عليه صخرة كبيرة ويقصها مصصين خيال لو طاعت عليه هرسته هو وخيله بس خيال يعني يوريه قديش هو قوي قديش هو عظيم قديش هو مخيف عن طريق الخيال هذا ومثلة كثير وفي رمزيات في أشياء ثانية عادي تقدر تتقبلها يعني هي خيالية بس رمزيات جميلة وبشكل عام يا جماعة وختاما سلبيات كينجدوم للأمانة تنعد على الأصابع ولا أشوف إنها بالنسبة لي قادرة إنها تؤثر على تقييم العام عشرة من عشرة راح تضل عشرة من عشرة أعطيكم العافية جماعة كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم